مرحبا وأهلا وسهلا معكم بارك بيباي يحييكم في هذا الفيديو سوف نتطرق إلى جدادة إذن ما معنى الجدادة؟ إذن الجدادة هي بطاقة تقنية يعتمدها الأستاذ وهي من بين الوتائق المهمة للأستاذ التي يجب أن يتوفر عليها وهذه الجدادة تتوفر على مجموعة من العناصر أهم العناصر التي يجب أن تتوفر على الجدادة أنا هنا بطبيعة الحال وضعت فقط اعتمدت على علوم الحياة والأرض على التوجيهات الطربوية لعلوم الحياة والأرض إذن هذه التوجيهات نصت على مجموعة من العناصر هذه العناصر متشابهة بين جميع الجدادات يعني لجميع المواد إذن عناصر الجدادة الجدادة يجب أن تتوفر فيها الشيء العنصر الأول هو الكفايات المستهدفة من الدرس أو من وحدة المنهج كل درس يتواجد ضمن وحدة إذن الهدف من الوحدة إذن الوحدة كل وحدة إذن فيها مجموعة من الكفايات أو كفاية معينة إذن يجب على الجدادة أن تنطلق من الكفايات المستهدفة من وحدة المنهج الدرسي كذلك يجب أن تتوفر على المكتسبات الضرورية ويجب أن تتوفر على مكتسبات الضرورية أو المكتسبات القبلية للمتعلمين كذلك يجب أن تتوفر على وضعية للانطلاق أو مشكل يعني وضعية مشكل أو وضعية للانطلاق كذلك يجب أن تتوفر على تحديد الأهداف والمضامين والمهارات والجدادة أيضا يجب أن تتوفر على تحديد الدعمات الديدكتيكية يجب على المدرس أن يقوم بتحديد الدعمات الديدكتيكية ما معنى الدعمات الديدكتيكية؟ هي الوسائل الديدكتيكية مثلا صور فيديوهات أشريطة وتأيق مواد طارية يعني كل نص مثلا خريطة كل ما سيعتمده في ذلك الدرس يسمى دعمة الديدكتيكية كذلك تحديد الأنشطة التعلمية تحديد الأنشطة التعلمية يعني كيف سوف يتحقق الأهداف التعلمية عن طريق تلك الأنشطة يجب أن يحدد المدرس أنشطة يحقق بها تلك الأهداف كذلك يجب أن المدرس بناء وضعيات تقويم يعني وضعيات للتقويم لكي يقوم المتعلمين تقويم تكويني كذلك توقع أنشطة الدعم يعني في الجدادة يجب أن تتوفر على أنشطة الدعم إذا كانت الجدادة مثلا لدرس كامل مثلا أو لوحدة معينة وكذلك تخصيص حيز للملاحظات والنقد الذاتي إذن الجدادة يجب أن تتوفر فيها هذه العناصر حسب التوجيهات الطربوية شكرا لكم على المتابعة